تكفيك نعمتي يكفيك أنك أنت في إدية وأنا محافظ عليك ويصير بولوس الرسول الكارز العظيم وتاريخه طبعا عظيم ومكتوب في الكتاب المقدس في يوم الأيام المسيح دخل بيت مريم ومرسة دخل في هذا البيت لأن أخوهم كانت وفى مات أخوهم الوحيد اسمه العازر لما دخل في بيت مريم ومرسة مرسة كانت كبيرة رايحة وجاية وبتحضر أكله عشان تخدم الناس اللي جايين يعزه ومريم قعدت عند قدمي المسيح قعدت جلست تستمع إليه خدوا بالكم أختين واحدة تشتغل وبتعمل عمل كويس مش وحش لكن مجغولة عن المسيح والتانية قعدت عند قدميه تستمع إليه فندى لمرسة وقال له يا مرسة 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 أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة ولكن الحاجة إلى واحد وده أحد مبادئ الإنجيل العزمة الحاجة إلى واحد فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها مريم قعدت عند قدمي المسيح واختارت هذا اللي بيقول عليه كتاب النصيب الصالح عاشت في حياة تسليم وخضوع عاشت في حياة ثقة وإيمان عاشت في شكل من أشكال التلمزة وفرصة وفرصة ده المسيح اللي جاي بيتهم اللي جاي يزورهم أو جاي يعزيهم فرصة أننا أعد ونلقط كل كلمة صغيرة أم كبيرة وعاشت مريم بهذه العبارة الحاجة إلى واحد